كواجب إنساني وأخلاقي وسياسي وكشاهد على تفاصيل المفاوضات أود أن أبين للرأي العام خرج عضو الاتحاد الوطني الكردستاني خالد شواني عن صمته حول ما أثير عن مزاعب حول كواليس جلسة انتخاب محافظ كاركو كريب وارطاها ونائبيه شواني الذي فاوض عن قائبة كاركو قوتنا وإرادتنا يروي شهادته للرأي العام وقال أن تحالف السيادة سعى للاتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني على ذات البنود التي تم الاتفاق عليها مع الأعضاء العرب الثلاثة الذين شاركوا في تشكيل حكومة كاركوك مؤكدا أن أعضاء مجلس المحافظة من المكون العربي المشاركين في جلسة انتخاب رئيس المجلس والمحافظ ونائبه يتعرضون لحملة مجحفة تحت شعار الدفاع عن حق المكون وقال شواني أن الحملة انطلقت من شخصيات سياسية خالية من معاني الإنسانية والأخلاقية ورغم الهجمات إلى أن إدارة كاركوك الجديدة باتت تحظى بدعم شعبي غير مسبوق سيما وأن المحافظ ريبوارطها يمثل استحقاق الجماهير الانتخابي كما أن انتخاب إبراهيم تميم نائبا لمحافظ كاركوك عكس أهمية تمثيل المكون العربي في المحافظة واختياره لهذا المنصب يعكس محاولة واقعية وغير مسبوقة لخلق توازن سياسي في كاركوك وضمان تمثيل عادل لجميع المكونات في الحكومة المحلية كما هو شقيق وزير التخطيط محمد تميم وهو شخصية معروفة وذات نفوذ في الوسط السياسي العراقي ومن حيث الانجازات لعب وزير التخطيط دورا محوريا في تعزيز العلاقات بين الحكومة المحلية في كاركوك والمجتمع العربي هناك وساهم في تقليل التوترات بين المكونات المختلفة في المدينة كما عمل على دعم مشاريع تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة في المناطق العربية بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان بالإضافة إلى ذلك فإن وزير التخطيط الحالي محمد تميم يتمتع بسيرة حافلة وتاريخ في المشاركة في المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الوحدة والتعاون بين مختلف الأطياف العراقية وتتوالى مواقفه الفاعلة في الميدان والمساهمة في دعم البرنامج الحكومي الخدمي الذي بدأ في عموم العراق إلى جانب العمل الدؤوب لإنجاز مهمة التعداد السكاني المعقدة والتي ستدعم التطور العمراني والخدمي في العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر